حد ما ابتدينا ننزل عيد ملادات صحابنا كده بقى بس امتى ابتدى ديسكو مصر مش عايز اسرع يعني بالزبط امتى ابتدى ديسكو مصر لزيزن هو قال لي اصلا انا من نوع اللي بسرع فبقى وقفني وانا بس في حيلة كده بتبقى حلو انت رأي لا اول ما تلاقيني اسكت ترجعني للسؤال ماشي اه هو ده هو ده هو ده وانا اتزد تتبق الا اولي هنبي بوب بوب اخري بيتا قاعدة اول ما تحط السماعة ومسك المايك الس الس السماليكم لا بوب الس واحدين تلاتة بيتطلق الصوت من اي حتة اه بوب بيعنده اللي هيا لا لا رهيب علم هاني استنى اللي هيا بتاعتنا استنى ايوة اللي هيا دي ايوة اللي هيا دي شو انت مالشكي بقى عمنا حاجة كده بس طبعا تايمز عشرين اه 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 وفي اي قوعة وراءها وبتاع لا بوب عشور 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 عرفها طب زك عموري ايه ده احنا ابتدينها اه خلاص احنا ابتدي نبال شوية انا بحب دايما ابتدي بص خالد عارف احنا نبتدي ازاي اش هينفع كده اه صحيح خالد مختار هراشنة احنا دايما كده نبتدي من غير اي حلو زك عمورة انا زي الفل عامل ايه اصدد اتوتر اتوتر لما اسمع صوتيا ايه ايه باش انت في بيتي ما اتوتر لما اسمع صوتيا ايه صوتا خالو اه ايه سلم لو انت لازم اه اول قبل اي حفلة دخلت سيها لو لا 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 ما بنقيده ما بنقيده ما بنقيده لا 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 لأ ويعني في دي جيز بيمسكوا عمر دي جي ما نعرف بس في دي جي هات لأ لازم بيبتدول قرعش عشان يتاكرهم مصوت ما لأ ما فيش ها نا ما ينفعش حد فينا في بقى دي جي هات بتوع الافروح اللي هو اللي هو ده اسحاب العروس هتساقف ايه ايه اسحاب العروس تتنطط ده بقى بقى عايز ايطلع فام شوت جن وزير بي بنتم رايح انا رايح معاك بقى لا رايح خلص لا لا رايح خلص ايه لا الفام بانطلون لو عايز انا تمام كده انت كده في حتتك اخباري من دي جي هنتكلم بقى ايه هنتكلم عن ديسكو ماشي ماشي وهنتكلم عن دي ام بي حلوة دي خطفتها اه خطفتها اه اش كنا عاديين شوية بنتكلم كده يعني ماشي لا انا مش عايز عادي عادي لسه بنبتدي يعني هقولك هقولك الطموحات مش هقولك حاجة سلمة في طريق طموحاتك ايه مش غلط انت والشباب ازاي العيلة دي ابتدت العيلة دي ابتدت كنا هنعمل اعلان اول اول فرد بقى كان دخل فيها كان خلد مختار كنا هنعمل اعلان ولا عايزني ابتدي لك من اول لا ابتدي من الاول يا نهر سود سنة كام 2008 2008 دي كانت بداية العيلة ولا بداية دي مصر بداية العيلة الصغيرة وابتدت تكبر بقى لحد دلوقتي مين اول انت ومين اول نس تيفا يعني انت و تيفا الفاوندرز بتوع دي سكو مصر وفيشيلي يعني من قبل دي سكو وفاوندرز وحاجات قبل دي سكو مصر كمان كان ما اسمعاش دي سكو مش مهم ما بقى كان اسمها احنا في بودكاست بوجب نحنش تفرج علينا احنا ما حتش تفرج علينا احنا عاملين بودكاست دا عشان نروع مثلا انا وكريم وامراته وامي طيب ماشي كان اسمها اي بي اسا و تيفا اي بي اس ده كان الاختسار عباس جدي كنت انا كنت مصمم احط عشان جدي حاجة كبيرة في حياتي اوكي كنت عايز بعد كده بعد ما اكبرت شوي عرفت ان اي بي اس ده نوع فرامل فتركها انا هو ده اللي جي في الماريا تكون تحب السواء او ترا مش لين هتيفة كماضية كروزيته تقابلنا لما انا كنت بغير مدرسة روحت من مدرسة للمدرسة تانية وكان اول حد عرفت اصلا في المدرسة كان تيفة ابتدينا اللي هو عادي علاقة فرينشيب طبيعية جدا ودخل فيها اللي هو انت مزيكة بتسمع ايه بتعمل ايه مش عارف انا بسمع كذا فكان لينا مش نفس التيستوف ميوزيك خالص بس كان لينا نفس الانترست اللي هو احنا نفسنا نبقى دي جيز مش عارفين ازاي مهاج فينا كان عمره حط ايده على حاجة يعني احنا حتى اتعلمنا مع بعض يعني اتعلمنا نقف على مكسر مع بعض اتعلمنا يعني ايه دي جي اصلا قبل البرودوكشن اربعة خمس سنين قبل ما نبتدي نعمل مزيكة عشان فيه فرق ممكن نوضحه دلوقتي لا خالص انت تعرفت على بعض اصدقاء عادي كل واحد عنده مزيكة بيحبها وبتاع وبعدين ابتديت وتخش في الحوار مع بعض يعني ابتدينا الحوار اصلا مع بعض تعلمتوه ازاي بقى فين يوتيوب كنا بنخلص مدرسة نروح على بيت حد فينا نفتح اللابتوب كان ساعتها فيرشوال دي جي تنزله وتبتدي بقى تشوف ده بيتكلم عن ايه دا تالي وقتها اصلا ما كانش في مدارس دي جيز وجودها لا 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 ولا الهوى خالص حتى على يوتيوب الموضوع ما كانش زاي دلوقتي وما كانت 3 ا4 فيديوهات نحمد ربنا انه ما كانت 3 ا4 فيديوهات لاننا عادنا مع دي جيز تانين بقى دمنينا بكتير قالولنا ما كانش فيه على ايامنا ده على ايامنا كنا بنلم شوية ناس بيحاولوا يلموا من بعض فلوس ويأجروا بقى ما كانش فيه فيرشوال دي جي ده اللي هو على اللابتوب فايتسه فيرشوال انسترومنت زي اللي انت بتوقف عليها في اللايب فكان زمان بقى بيوزعوا من بعض فلوس علشان يجيبوا الراك دي أجروها يوم ويبتدوا يتعلموا عليها شفوا ايه بقى كل حاجة بتعمل ايه ده قابل الفاينلز بقى اللي هو سيدي هات لعبت فينلز جربت كده عليها شوية موضوع لذيذ بس مش براكتكال خالص يعني يعني مش براكتكال الفاينلز اللي هم دول او تبقى لذيذة قوي في السمع لان بتدي كده تيست للاغنية بس لللاعب بقى عشان زمان كانت صعب قوي صعب يعني التمام يعني بعد افيو منتز لو انت دي جي يعني بس مش براكتكال لان هي حوار وكده كده برضو في الاخر المستمع مش فارق معايا حاجة فارق معايا اللي هو سمع ولا اوتبوت طبعا مش فاهم كمان ايه اللي بيحصل وانت بفرهد ورا بقى طبعا وحطت ارقام على كل بتاياها ومعلم احنا هنتكلم على الحوار ده عشان فيه ناس عايزة تفهم اصلا يعني ايه دي جي وايه الفارق بين الدي جي والبروديوسر وايه الفارق بين الميكسينج والمش عارفة ايه حل 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 فأنتو تعرفتوا على بعض بعد كده تعرفنا على بعض في المدرسة و كنا يعني الحاجات الكمان اللي كنا بنسمعها كان دافت بونك داد ماوس انا كنت اصلا حاسألك القصة دي لان انا كنت حاسس ان انتو ليتلي في حاجات كتير بتتأثروا فيها بدافت بونك اه اوي اوي ايه دا دافت بونك يا ولد كمبوزر يا لان باين حتى في الفيديوز بتاعتكم ياس ياس ومتأسرين اوي بيهم لان حتى متأسرين بيهم في اللايف لان احنا مثلا في ناس عارفة ديسكو مصر بس ما تعرفش عمرو يعني احنا مش منتشرين اوي كاشخاص او وشينا عماتا مش معروف اوي يعني ممكن تمشي في الشارع انتو برندا اروح اسأل انا واحد انت عرف ديسكو مصر يقول لي اه بس ماعرفش ان انا ديسكو مصر فاهم يعني كنا عاملين فيديو كده لذيزة على حفلة لينا كنا نزلنا الشارع بنوزع يعني في ناس عارفين ديسكو مصر وايه ده اه متحمسين نروح الحفلة وايه ده تيكت ببلاش وكده بعد كده مسلا واحد من الخمسة اللي احنا وقفين معهم يقول ايه ده هو انت اصلا عمر بتاع ديسكو مصر اخيرا يا اخير حتى دافت بانك بقى يعني برضو مجهولين انا اصلا مش عارف شكلهم اه بس ايه بنرجع انا بحب قوي انا عجبين حوار ده احنا غالبا لحد اخر البودكاست هو هيبقى نفس السؤال وكل ما يجي يحكي يسرح نروح وانا نروح وانا نروح وانت طبعا بتساعده على السرح اللي انت ابو السرح تأتيك اصباش فاكر السؤال وبعدين يرجع تاني طيب فانت وتيفة تعرفتوا عبعد في المدرسة رقيتوا common grounds في المسيكة الزبط قلنا تعالى نقعد نشوف ايه الدي جي ده بيتعامل ازاي يعني ايه دي جي اصلا وبيقفوا يعملوا ايه مين اللي اقترح احنا الاتنين كان عندنا نفس الموضوع يعني مش فاكر كويس لو حد فينا كان جره بيعمل حاجة قبلها بس انا فاكر احنا الاتنين كنا سفر واحنا بنتعلم مع بعض يعني ابتدينا من نفس السلمة حدش كان سابق التاني ولا سلمة في اي حاجة فتعلمنا ابتدينا نعمل بقى ساعتها كان منتشر بودكاست كان اسمها بودكاست بقى كان يا لهوي نور انت اللي ممكن تفكرني يا نور روجر سانشيز بقى و اه وستيتوف ترانس بقى كانت لسه بقى في اول عشريناتها بقى دلوقتي وصلت ستمية وسبعمية وحاجة كان ساعتها في طفرة كده اه كانت صفرة الايبود نانو اللي هو انت بتخش على بودكاست ايه اللي نزل جديد وبتاع فايه ده يلا نعمل بودكاست بتتعامل ازاي دي تجيب كذا اغنية ورا بعض وتلحمهم في بعض وتبقى اسمك عملت فاتو يعني سلام يلا تاك 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 بعد كده الموضوع بتدى ينتشر حوالين صحابنا من حد ما بتدين ننزل عيد ملادات صحابنا اه كده بقى بس امت ابتدى ديسكو مش عايز اسرع يعني بالزبط امت ابتدى ديسكو مصر لزيز انه قال لي اصلا انا من نوع اللي بسرع فبقى وقفني وانا بس في حالة كده بتبقى حلو انت رأيه اه لا اول ما تلاقيني اسكت ترجعني للسؤال ايش اه بعد كده امت بقيته ديسكو مصر 2013 لا 2014 بس الفكرة ابتدت من 2013 ما تلعيدش للناس ما تعرفت بعض فضلت صحاب بالعد ما تعلمت لا بس طبعا الفترة دي بتادينا ننتشر من حوالين صحابنا في عيد ملادات لبرومات اه لبرومز بقى مثلا لحد في حفلة يطلبنا لان عاجبوا لتيست بتاعنا بس كانت قولا يلا قوي بقى ان حد راندمي يكلمنا يعني كان دايما احنا اللي بنسعى علشان بعد كده الموضوع تطور بقى مثلا راسدن دي جايز في اماكن وبنلعب كل يوم خميس في مكان مثلا معين امتى بتنزلوا تعملوا فلوس من ديسكو مصر من 2014 لا خالص 2016 بعد اول سنتين كنت تنزلوا بقى الاول ببلاشه بتاع عشان تتعرفوا مش كديسكو مصر كايبي عيسا نتيفة اه طبعا انا فاكر كنا بنقف مثلا ست ساعات مثلا مية وخميس ده انا فاكر كويس كنا بنروح مثلا الساعة خمسة ستة قبل ما الناس ما توصل يعني انت لازم انت ما فيش دي جاي غيرك الناس هتخش عليك بقى وانت بتلعب فبنبتدي مثلا من سبعة بالليل لحد واحدة انت واقف بقى بتلعب كل ده ليك وجبة كده مثلا وفي الاخر فيه 200 جنيه بنروح واخدينها رايحين نتعشى بيها ونروح بيض وكنت بتلعبوا نفس المزيكة نفس ستايل المزيكة لا ما كانش فيه بقى ستايل المزيكة ده اوكي انت بنلعب بقى الحاجات اللي احنا انترستت فيها كان ساعتها تقريبا بس بتخلقوا حاجة انت كنت بتجيبوا الحاجة وتلحموها لا اكتشلي ساعتها كنا بنعمل حاجات اسمها بوتليكز لان ما كنش بنعرف نعمل بوتليكز دي اللي هو انت من الاخر تجيب تراك حل وتجيب تراك تاني وتروح عمل لهم في بعض اغنية واحدة بوتليك ده اللي هو ده غير المكسينج غير المكسينج عايزين نفهم المصطلحات بس خلص لي الخطة حياتي دخلتوا ديسكو مصر 2014 2016 ابتدتوا بتعملوا فلوس في خطوة مهمة في خطوة مهمة في سيف 2014 مثلا خطوة دي كانت ان انا وطيفة كنا عايزين بقى نبتدي بروداكشن لان في وسط المشوار ده طبعا ابتدنا نعمل بوتليكز بعد كده بقى في حاجات اللي هو طب احنا عايزين نزود صوت في صوت معين حاسينه هنا ممكن يحصل او حركة معينة تحصل دي بتحصل ازاي او لا احنا كده لازم نتعلم بروداكشن بروداكشن ده ايه هم لا ده ده ستوديو وكارت الصوت وسماعات وكمبيتر معين لان البروجرام نفسه مثلا ابلتن او او افل ستوديو ساعتها اللي كنا بنشتغل عليه محتاج بروساسر بقى ومحتاج كارت الصوت وسماعات معينة طب ده بيجي ازاي ايه ده ده غالي طب ازاي ايه فبتدينا تطلع في دماغنا كده اللي هو احنا عايزين نعمل معسكر ليه انا وهو مغلق ان نتعلم فيه مزيكة لان نبتدى يجي لنا من كذا حد واكشلي يعني ايام ما كنا ايه بقى سانتيفة لو الناس يا رب الناس ما تعملش سرش على هذا الوقت يعني بس لو الناس عملت سرش على الكلام ده ايلا اكشلي فيه دي جيز بره لعب والحاجات بتاعتنا البوتليكز وبتاع فده كان بيحسسنا ان لا فيه تيست فيه حاجة حلوة اه والناس بتادت تطلبنا على تيست المزيكة ده بتاع ايه بقى سانتيفة ده فيلا بقى نبتدي برودكشن وبتاعه وعايزين نلعب في ميزيك فاستفال ومش عارف ايه ده فيه احلام عليها اه 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 وكان فيه كونتست ساعتها ودخلناها اعملوا سجلوا السات بتاعتكم وبعتوها واتخشوا في فيوتين وبتاعه خسرنا طبعا بس يعني اه تمام فايه الخطوة المهمة 2014 سيف 2014 كده قررت ان انا هموف اوت من بيت اهلي علشان عايزي بقى ليا بقى ستوديو مزيكة تعيش بقى في المزيك جوه المزيكة اه روحت اععدت مع واحد صاحبي برضو عايش لوحده وقلت له ديني اوضة كده فاضية وعيش انا فيها وبتاعه روحت اعمل اكتشري خليت الاوضة الفاضية دي للستوديو وروحت اعمل لنفسي سرير كده في حتة في الشقة تاني عشان ده مش مهم دلوقتي انا مش مهم دلوقتي هو المزيكة عادت ناطيفة بقى نتعلم ايه بيتعامل ازاي وبتاعه وفي نفس الوقت جبنا لكل واحد شاف شغلانة كده كنا ساعدها في المدرسة في المدرسة او لا او للجمع كل واحد شاف شغلانة عشان نعرف نجيب فلوس هقول لك هقول لك لان الشغلانة مهمة قوي في الرحلة اصل بتادينا نحاوش يعني عايزين نحاوش عشان نجيب بقى حاجات الاستوديو دي حاجات غالية 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 يعني علينا سعيدة فطيفة اشتغل في تالي برفورمانس احنا ممكن نقول اوه 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 طيفة اشتغل في شركة بتاعت دعم فني او حاجة وانا اشتغلت في شركة بتاعت سجاير بس بتعمل بس مابلو دا لاين ماركتنج بالزبط كده لا احنا احنا عدنا اربع سنين بنشتغل وفي الافنتات كمان كنا هودة جغلنا كنا احنا بقى فاكر بقى الكمبيناتاعت دون بي اه دي بقى اللي انا كنتشغل عليها بس ما كنتشغل عليها كديجي تخيل ايو كانت يعني كان ايو كانت اللي هي دي جي كونتست كان اسمها ايه دي تسد انا فاكرها انا فاكرها اه كده كانت تيشورت بتاعها ايو كان اسمه ايه تمراي ايو كانت في كذا حاجة فانا كان جزء من شغلي ان انا بلف على الاماكن دي أعمل اكتيفيشنز وبتاع المهم في يوم من الأيام ربنا بعد ما لفت اللفة دي كنت اللوة بأنزل مثلا يوم خميس من الساعة تسعة للساعة اتنين بنروح أربع خمس أماكن كده فخدت بالي مثلا من حاجة كده بسيطة خالص اللي هي أروح مثلا مكان ألاقي مشغالين مثلا حاجة لبرونو مارس بس دي مثلا هب هوب نايت فمشغالين حاجة لبرونو مارس معمول لها ريميكس هب هوب مش أروح المكان التاني ده هاوس نايت يبقوا جايبين الأغنية برضو بتاع درونو مارس بس معمول لها ميكس هاوس ثاني أروح مشغالين نفس الأغنية معمول لها 3000 ميكس يليقى على أي يوم عايز تغنيها في الأوبرا هتغنيها عايز تغنيها في فرح هتغنيها فجي في دماري كده اللي هو رح تمكلم تيفا آخر اليوم أمش كلمتوا كنا قاعدين مع بعض في الستوديو فبقول له تيفا فيه كذا كذا نجرب في الحاجات العربي وبتاع فيه حاجات كتير قال لي إيه ده أنا أصلا هنا قاعدين براح كنت زيان كده جربت على تسلم الآية دي أعمل لها ريميكس كده مطهزة تسلم الآية دي لسه نازل والله العظيم فكان أعمل لها ريميكس دابستاب فقولت له يعني هي دي الفكرة بس تعال بقى نحاول هي دي هي دي يعني فيه حاجة الصوت ده الصوت الإلكترونيك مع العربي ده فيه حاجة حلو بس فمعسكر مغلق تاني لأن بعد ما بتدينا نتعلم مزيكة المقامات الشرقية بقى ده حوار تاني في المزيكة بس دي مش محتاجة دراسة أو حاجة عشان تعرفت محتاجة دراسة ونبقلك احنا اتعلمنا مزيكة كنا فتكرنا أنه هو ده بقى خلاص اتعلمنا نوتة يعني وكده اتعلمنا نوتة وتعلمنا من يوتيوب بقى إزاي تلعب على كيبورد ساعتها اشترينا بقى الكيبورد ومشترينا السماعات وبتاع أنت عشان تدخلين تدخلين بميكس ألا ما احنا لو كنا الفترة بتاعت الموفين جاوت دي كانت اللي هو أنا وطيفة يعني كان يعتبر أنا وطيفة كنا احنا بندفع الإيجار بتاع البيت ده علشان الستوديو يعني مش مهم انه أنا عايش فيه دي حاجة أكسترا يعني بس أنا عشان الستوديو طبعا مش هنقعد بقى مع أهلي كل شوية ونشكل صوت عالي ونجرب وبتاع فعلشان كده جايل الفترة بتاعت الموفين جاوت دي أنا نعود لوحدي يعني بس المعسكة المغلق تاني يلا بقى نشوف المقامات الشرقية دي بتعمل ازاي يلا ننزل الحاجات القديمة ونبتدي نجرب فيه بس وحبة حبة نرجع بقى للشلة نرجع للشلة لأ بس هنرجع للشلة ولا هتسرح لا لا نرجع للشلة لو هتسرح ممكن نشي الشلة للآخر ونسأل لا ممكن هنجز للشلة بسرعة طب ايه ماشي هنجزلكم الشلة بسرعة فده أنا نوطيفة بقى قصة الطويلة دي أنا نوطيفة لعبنا مكان جاب مكان حفلة جابت حفلة مش عارف ايه فجأة في 2017 2017 قابلنا شادي وصفي شادي وصفي بيشتغل في رادبل كان بيلعب فيجولز في حفلة كان في حاجاتها على سكرين كده كانت مصرية جدا كان جايب بقى مش انتو اللي بتلعبه مش احنا اللي بنلعب كان اسكويرد علي احمد وعمد البن ده أنا عملت معهم متركاية ايه ايه شاوت اوت شاوت اوت يا جماعة علي كان بيلعب معاهم وكان بيلعب حاجات انا شفتها ساعتها ما كانتش لايقة على مود المزيكة فقالت له يا من الحاجات دي ما تيجي كده نجرب نلعب هو صاحبك اصلا؟ ما تعرفوش مين؟ شادي شادي يعني كنت عرفه علشان كنا لعبنا في ساون كلاش وهو كان شغال في رادبل فعرفو من بعيد لبعيد فلما شفته سلمت عليه وقلت له ايه ده وانت بتعرف تعمل كده قال لي اه النهاردة اول يوم اجربوا بس كان بيعمل حاجات مصرية قوي يعني هو كان عاملها كافي مع المزيكة ما كانتش ماشية مع المزيكة بس مش ماشية عريت اه فهو كان قصد اصلا ما تبقاش لايقة اه بس كانت مسلية جدا يعني الناس كانت وقفة بتسمع مزيكة ومبسوطة في نفس الوقت بتصور وبيهزروا ويعملوا تاجوا بتاع يعني الموضوع فرح ساعتها شادي نضم بتادينا في كل حفلة خلاص بقينا مع بعض وبقى فرد من التيم بتاع ديسكو مصر فيجولز والله المعسكر المغلق وكل هؤلاء بتتلعبوها هو يخش بالفيجولز الزبط احنا نخلص مزيكة نبعت له هو يعمل عليها فيجولز فتبقى بتاعت الحفلة كاملة انت سامع وشايف والدنيا حاله الخمس حواس اه الزبط والله بعد كده شايف الفيجولز اللامس اللي جنبك شامم معلي ففي الفترة دي برضو تعرفنا على فرح محمد الفرح جزء مهم قوي طبعا بقى جزء مهم في 2020 هو جزء مهم كصديق بس تعرفنا عليه مثلا 2016 انا بنسبالي فرح ده عبقري موسيقى طبعا عبقري موسيقى حاجة يعني انا بقول عليه متخلف بس متخلف في طريقة حلوة متخلف متخلف يعني لا لا معه يعني ايه فتحسه في في عالم موازي كده شاوت اوت فرفيرو I love you فردش اه انا بصل لكاميرتي ماشي احب اتعرف عليك فرد هنوريله هنوريله كل كل الانجل اه لا انا انا حكيت لك اكش يعني فرد اه ف اتعرفنا عليه وفي 2019 كان عندنا campain هنعمل مزهد بتاعة اعلان وقال readiness وهي جي اقعد معاكم لقينا مين الكرياتيب اللي خالد داخل شوفت حلقتها على طول شوفت مين خلاص لقينا مين الكرياتيب اللي خالد اا ايو انا قلت شوفت مين الكرياتيب اللي خالد اا شوفتっ الكرياتيب اللي داخل خالد مختوط خالد مختوط ده غالكرياتيب للإعلان اللي انتوا رحين تعمله مزقته بالزبط كناش نعرف بعض خالص الإعلان ما نزلش وما تعملش بس نسعيتها بقى وإحنا صحاب فخالد نضم للشل بس هقول بقى حاجة حساسة شوية كده بس بعد ما خلص عشان لأ لأ عشان أقول لك بس إن أفراد الشل أنا حاسه إنت أصلا أنا عاد مع اتنين محتاج بعض أفكرهم ومركز معاهم مش معروف إيه لقيت كرياتيب خالد عملتوش الإعلان أصلا بس تمام يعني ما تعملش وإحنا كمائنا بقى إينا صحاب بعدها انضم وجز للشلة بعد عادتين ثلاثة اللزاز قوي ساعة الكورونا يعني أول فترة الكورونا وجز قبل ما يبقى وجز ولا بعد ما يبقى وجز في عز ما كان وجز في البيك بتاع وجز في أول دورك جاي يعني أول ما عرفناك بعد ما بقى وجز يعني مش بس عرفتوا عليه فين بقى في البيت أنا بقول لك كانت فترة الكورونا كده جي في يوم مع خالد هما تقريبا كانوا يعني حتى ما كانوا يعرفوا بعض قوي يعني وتفعيل أنا جاي مش عارف إينا عند الشباب ديسكو بتاعة عائلة جي ععدنا كانت قاعدة أنا فاكرها بجد لحد دلوقتي اللي أنا كان ولا كأننا كتأول قاعدة كانت ولا كأننا نعرف بعض من سنين فاهم القاعدة اللي هي اللي أنت تقعد سبعة بالليل دي تلاقي نفسك الساعة ثمانية الصبح فاهم وما حدش نبص في موبايله ولا شغلنا حاجة على التلفين يعني موضوع جي حسين أنتوا سحب آه وقاعدين نرغي في أي وكل حاجة وكان ساعتها الكورونا أصلا ملل فإحنا قاعدين بنقول أي كلام في أي حاجة أوداني أشغال أي حاجة فاهم 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 ده كده بعد الفترة دي مثلا ب خمس ست شهور كده كان عيد ميلاد فره وآه عزم بسيوني مش فاكر بالضبط فره كان أعرف بسيوني إزاي بس كان في أنت فاكر بسيوني كان جي عيد ميلاد فره اللي في جاذ بس كان جي طبع إيه كان فره عزمه كان عيد ميلادك أنت إيه ده أنا عيد ميلاد ل Patient tecnología أيوا أيوا كان عيد ميلاد خالد كان عيد ميلاد خالد مختار وخالد عزمه فا قلتله بقولك إيه ماشي إنت اللي عظمته أنا معرفوش فرر لعزمه يبقى أنا فاكر صحة أيها فرر لعزمه بس على عيد ميلاد خالب جي بدري يعني احنا قلنا له تعالى على تسعة كده فلاقيته تسعة بيتكلم تعالى بقى على البيت احنا لسه منزلناش أصلا فجي كنا نزيم البيت خلاص صحاب يعني كنا نزيم البيت نعرف بعضه وفي عشرة وكده بس فدي بداية تشيل لو أنا طبعا كنت أعرف ليندا ساعتها وطي فكني أعرف جوزة ليندا سيب الحلو للآخر ليندا هنسيبها للآخر الحل في الآخر العسل بتعشي الله تعرف بقى أنا ليه سألتك على الشلة لأن أنا حاسس أن جزء كبير من نجاح كل واحد في كل واحده سواء بقى ديسكو خالد باسيوني فرا ويكز فامس دي يعني جزء كبير قوي من نجاح كل واحد فرضاني هو الشلة بتاعتكم الشلة بتاعتكم مليانة كرياتيفيتو كمية تالنت ملعابة فن ومليانة حاجات ملعابة بكده والله يعني الله أكبر الله أكبر يعني أوه مش بتطبله لبعض لا مش بتطبل لبعض أنا مش بتطبل لك أنا بقول لك بجد عشان كده سألت وسألت وسألتك أنت بزيء؟ على فكرة في صحاب يعني في صحاب بناس بتقع فيهم وما بيقولوش لبعض ان انت ما نخلي بالك الحاجة دي مثلا موحش أو الحاجة دي غلص بس هو باين هو باين في علاقتكم للناس وللفانز وللصحاب نعم أنا بجي الكوب بيتو يعني أنا أنا على الشلة لا هو انتو شلة حلوة ونضيفة وبتشجعوا بعض ومحدش بيخزوا التاني ايه ده بنشجع بعض برخامة يعني ساعت يعني هتلاقي حسن خالد مختار بيخرج فيديو كليب لويكز وبعند تلاقي ويكز بيغني أغنية طالعة في إعلان بسيوني بعد كنت تلاقي بسيوني بيعمل جينجل ديسكو عشان يوصلوا أغنيتين ببعض حاجة بص بس هو كمان حلوة الحلوة الشلة ولين ده تبريديوس طبعا عشان ننسى الحلوة بتاع الاخر اللين ده بقى البروداكشن كله بتاع هي اللي بتختمها لا يا حلوة الشلة كمان ان كل واحد فيك وتالنتد في حاجة مختلفة فهي كمان تحسها ان انتو لكنكو قفلين على عاملين كده experience كاملة agency ال common ground هي فعلا ال common ground الهالس انت تروح عند عمر البيت اللي يوم كلهم قاعدين هالس فقط فيش ايه حاجة مفيدة لما بانزي بقى بتكلموا على الشغل وتعالوا نعمل فيديو كنت مش عارب ايه اول ما خشت يقولك ايه ده والله العظيم بنعاني ان احنا نشتغل واحنا عادي يعني ماينفعش يبقى كلنا موجودين ونشتغل لازم لو حد فينا هيشتغل مع التاني يبقى الباقي مش موجود فهم حاجة ايوة لازم يحصل تخيل ماينفعش انت عمرك اشتغلت وكلنا موجودين في حاجة فيش طب روح لي بقى عشان انت عاد تقول بقى تبش عارف ايه وبيت بوكس ايه وميكسينج ايه وكده اه عايزين نرشح بقى المنظومة ايه الفرق بقى ايه الدي جي وايه الفرق بين الدي جي والبروديوسر وايه الفرق بين الميكسينج والمش عارف ايه والحاجات اللي هي لان بالنسبة للناس هو افر مش في ما عندوش صحاب دي جي كله وايف على حديدة او ما عندوش في بتاعه وبالنسبة له هو وايف على ترابيزة معلم هو بيعمل كده بيعمل كده بس بيوفرك شون الزمل احترم نفسك لا انا بتكلم يعني مش شرط لا دي 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 كانت زمان بس دي ما بيش تحصل ده بقى اللي هي دي ايوه دي اللي هو يعني اه لا يبقى سامع برا الناس يعني مبسوطة وكده ولا لأ وبيغنوا معا ولا لأ وفي نفس الوقت سامع اللي بيحصل جواه ايه اللي بيحصل جواه ده بس بسبب كل السؤال اللي انا سألته قلت له منظومة وعملت بيدايا كده وكبرت من موضوعه وكبرت من شأنه فهين قالي لأ يا دي بس شبتزمعك وش راح لك يا عم علشان بس لا تفتكر بدي حركة يا نبنا هي حركة يعني تعال ان ابتدي بحاجة سهلة ايه الفرق ما بين الميكسينج والبرودوكشن الميكسينج والبرودوكشنز اه ماشي انت دلوقتي رايح حفلة تمام في واحد بيلعب على على ميكسر ماشي الواحد ده حاجة من الاتنين يا دي جي يا ميزيك بروديوسر بيبقى دي جي لانه هو كده كده دي جي هو اللي قدامه اه على الراك الدي جي رك فهو واقف هو الرادي دلوقتي باي ديفولت هو دي جي لانه هو دي جي دلوقتي حالا ماشي فهو هل هو بيلعب حكته حكته دي اللي هي الحاجات اللي هو عاملها فده ميزيك بروديوسر اللي هو عاملها من السفر اه مش شرط عاملها من السفر يعني احنا مسلا بنعمل ريميكسز بس يعني بنبني فوق الفوكلز اللي موجودة مثلا يعني بس تعال بس نمسك الموضوع الدي جي بيجي يحط الأغاني بتاعته على فلاش ماموري دلوقتي كان زمان سيدي هات يحط الفلاش ماموري ويبتدي يفهم الحفلة ماشية ازاي يمود الناس ايه ويلعب الحاجات اللي تبسط الناس وفي حد تاني بقى ان الحاجات اللي على الفلاش ماموري دي بتاعته هو رجع بقى في البيت كده كان قاد في الستوديو بيعمل مزيكة يبينزلها اونلاين وبيلعبها يزاينا كده وبينزلها اونلاين وبنلعبها وبس فده الفرمة بين الميزيك بروديوسر والدي جي يعني الميزيك بروديوسر كده كده دي جي بس الدي جي مش الشرط يبقى ميزيك بروديوسر بس البروديوسر اللي انا كنت فاهمه انه هو معه بقى الارج ومعه الكيبورد ومعه في البيت بقى مش عارف ايه وهو اللي بيخلق بالزبط ما هو اللي بيعمل الحاجات اللي بيحطها على الفلاش ماموري عشان ينزل العام الدي جي بينزل الحاجات من على الانترنت ويحطها على الفلاش ماموري كده وصلت تاني لسه متخرج من ايه اه لسه متخرج من ايه اه دي حاجة مهمة جدا استنى استنى فارجعلك فاكرين الكسة بتاعت 2014 الموفين جاوت دي في نفس الوقت حصل ان انا هفكس جامعة او يعني هاجل جامعة لحد ما اخد خطوات حلوة في المزيكة بعد كده خلاصت فلسه مخلص بقى جامعة وكان قرار في المحل يعني اهلك كانوا ايه خناقة في الاول طبعا بس بعد كده تفهمهم وقفت كم سنة بعد كده وعدتهم بقى ان انا اخلصها قبل التلاتين الحمد لله انا 28 ومتخافك وقفت كم سنة حاصل على الشهادة عالي تطعى البطاقة اه ده ايه بقى ماس كوم ماس كوم ادفيرتايزينج وقفت كم سنة في النص 6 سنين عليه السود ده انا امي كانت تضحني فيه لا لا انا وعدتهم انا قلتهم تلاتين انا وقفت سنة سفلاء يعني انا رحت عملت فيها راي خلاص بقى ده ام امي تعرف طيب انتوا كنتوا في الاول ريميكسينج وبعد جاء بقى ميكسينج على بروداكشن وبعدين دلوقتي انتوا داخلين بروداكشن بس داخلين بروداكشن بس كانت اول حاجة كانت بجد بقى لو انتوا من اول حاجة كانت معهنا هنيم كانت بعدها لنهاية العالم وانا نزلت وقت الكورونا قد تتلم عن الكورونا دي اللي سخنتنا شوية طلعت كده وفي حالتها وصورناها ونزلناها بعد كده كان مشاكس مع احمد بسيوني بعد كده كفي كده مع ويجز واه احلى واحدة مع عزيز ماركو اخر واحدة انت بتعمل اوليجنز عملت مع ويجز وعملت مع كل مع بسيوني وكده وكل الناس دي اوليجنز ايه بقى الفرق بقى دلوقتي ما بينك وما بين ما بينك انت وطيفة يعني وما بين الكومبوزر اللي هو بيعمل انا مش بقارن انا بس بفهم كواحد واقف قدامي الديجي فانا مش شايفت بتعمله ايه الفرق بينك دلوقتي في الاغنية مثلا بتاعت بسيوني او ويجز او كده والفرق بين الكومبوزر اللي بيعمل اغنية ايليسة ولا قزم الساق فهم قصدي سؤال حلو اوي سؤال حلو اوي مش كل اللي هردلك علي سؤال حلو مفيش حد جي الا وفيه سؤال قال لي عليه مخطوط تقوله كده والله مفيش حد جي الا وفيه سؤال قال لي عليه بجد وسؤال حلو حتى بتوع علم النفس يا مان اصحى يا ابني اصحى ممكن نشيل ده في الايد انا بفكر اشيل الاس وبقى البودكاستر لوحدي مش محتاجة الفرق على الورق سفر مفيش فرق يعني الفرق على الورق ده اللي هو عالشغل عالشغل سفر بس هو فيه كومبوزرز او ميزيك بروديوسرز بيبقوا عايزين يطلعوا باسمهم وعايزين يبقوا فيتشرز يعني لا اكتشلي مش سفر يوه ماشي فيه ان هو مثلا عمر دياب او اليسا او نانسي عبرم الناس دي بيبقوا عايزين يعملوا اغنية فيبقى فيه ملحن الاول بيجي او كاتب الكلام على حسب الاغنية بتبتدي ازاي مش شرط حاجة تبقى قبل التانية فبيبقى فيه كلام ملحن معينين يعني هي دي تيمة الاغنية الاغنية كأن مثلا لو على كيفي كده لو حد تاني اللي بيكتب له هو اللي بيكتب لنفسه وكده لو حد تاني يكرر يكتب له مثلا فجاي بيقول له عايز اكتب كفي كده كفي هنا واللي اقول له هنمشي تمام مفيش لسه مزيكة خالص فبيقول له ماشي مين اللي يوزعها تعال نروح اللي كذا يوزعها فكذا ده بيبقى معروف مثلا الشرقي بيه حد تقيل او حد يوزعها للحنة ايه يوزعها وغير التلحين ما انا بقولك بقى التلحين والكلام ده الليركس يعني والتلحين ده بيبقى مرحلة قبل التوزيع في الأجاني عماتك بس الشخصين مختلفين اه كلمات والتلحين الشرط لق فيه ناس فيه ناس بتعمل الاتنين ماشي فيه ناس بتلحن ويتكتبه وفيه ناس لا فانت على الورق مفيش فرق بينك وبين مفيش فرق بس أنا عندي براند وانا عندي اسم عايزة اطلعه فمثلا الفرق اللي هو بدل ما بيبقى فيه لحنة وكلام تقول لا احنا بنانشيئت نفسنا اللي هو احنا عايزين نعمل مع حد كذا فتعالى نقعد نظبط الموزع مش بيعمل كده الموزع عاد في الستوديو بتاعه وبيجي له لحنة وكلام مش شرط حتى الموزع يقابل العامل الاغنية خالص يعني مش شرط بيخلص يتبعت هنا يخلص يتبعت هنا تاكن انت المطبخ بتاعك بيبقى فيه كل حاجة يبقى فيه مثلا الجايد جاي مدي صوته وبعد كده الموزع بيجي مع الكلام بتاعه الويجز بيجي وبنقعد ونعمل ويركشوف مع بعض وهنا ممكن نعمل كذا وهنا ممكن نعمل كذا يعني ده الفرق اللي على الورق الفرق اللي قدام الناس ان هو مثلا مش بيتكتب فيتشرين كذا لو موزع مثلا بس في براند يعني احنا يعتبر مثلا زي دافت بانك فيتشرين كذا دافت بانك مش بيغنوا في الأغنية ولا معاملين ميزيك بروداكشن كنت متوتر قوي في الأول بس بعد كيف فكيد بقى وبقى يطلبك بقى عندي كلام كتير عايز أقول هتعرفي وقفني في المايك قولت كلام حلو قوي ما كنتش عارف واللي هو بقى انت اي اي وانتي اي ده انت بتهزر والله العظيم عملت كده اللي هو بقى بتدي تاخد من الناس واقول لهم وااخد اكزامبل اللي لابسة شاكتة أحمر وراء اي اي ولا مو جوعر كيرلي بس فكان التوك لزيزة اوي كنا منتكلم بقى عن نتكلم عن المزيكة طيب بالنسبة بقى لان ديسكو مصر كنت بتعمله ريميكسات على بروداكشن على حاجات قرية دي قديمة او حتات من أفلام لأصلا ما كنتش مزيكة زي حاجات محمد عينيدي وعلى أولية الدين اللي هي أصلا الناس بتعشقها وانتوا عملتوا طفرة جديدة لما أخدتوا افهات من أفلام وقلبتوها مزيكة بس في نفس الوقت ما قدرتوش يبقى عندكم ظهور او كوليكشن عشان الناس تخش تسمع بسبب ان الحاجات كلها بيبقى فيها كوبي رايتس مخيفة ومع ذلك انتوا روحتوا لعبتوا في دبي وراوحتوا بش عارف فين ومصر مبهديني الدنيا لعب ما شاء الله الله هو أكبر ايه اللي حصل في حوار الكوبي رايتس ودلوقتي فهتقدروا تنزلوا هل تقدروا تنزلوا اللي فات وازاي قدرتوا توصلوا أصلا لدبي الناس تجيبكوا كذا بلد تانية هو سؤال مركب من مركب قوي والنبي ما تعملش كده اه من مركب قوي والنبي ما تعمل كده دلوقتي مش عارف هرد على اي ولا اي بتعملوا حاجات كوبي رايتس ماينفعش تنزل فبالتالي انت مش عارف مش ماينفعش تنزل ينفع بس علشان تنزل هي الوحدة محتاجة مبلغ معين يتدفع لأصحاب الملكية الفكرية اللي مطلعين ده طبيعي وده طبيعي وبنحترمه جدا بس يعني علشان ننزل كام تراك في السنة محتاج بودجت كتير اه كتير قوي يعني يعني الناس بتوع الاعلانات اللي هم اللي معهم فلوس يعني بيشتروا كوبي رايتس كده بتطلوا على الروح اللي هشركة اه فاهم على فانت هتنزل يعني طب ازاي ما زكتك وصلت ازاي ما زكتك وصلت كديسكو مصر اللي حتت اللي دركت ان الناس طلبتكو وصفرتكو زاي ما وصلت جوا مصر والله يعني word of mouth اكتر حاجة ان هو لحد راح حفلة صور ستوريز فصحابه عجبوهم فجوم المرة اللي جاية فبالتالي ناس شافت في دبي ناس شافت في كذا يعني كله يعتبر سوشيال ميديا يعني يعني الستوريز تبقى الحفلة طبعا ايه ده مليون في المية ديسكو مصر من جرس سوشيال ميديا يعني كان هيبقى فيه حاجة بس مش بنفس السرعة دي خالص انا مقتنع بكده مليون في المية ازاي باكت النقلة ما بين ان ديسكو مصر كانت دايما كانت experience اللي هو انت بتروح تسمع المزيكة القديمة اللي ميكس مع حاجة جديدة وفي مكان اصلا اللي هو فجأة ان دلوقتي ديسكو مصر ستتعمل حاجات عادي بتنزل على التلفزيون فما حدش عارف اصلا دايق يعني دايما مسلا عملت جدولات كيفي كده محدش مجمع ان دايما دايما ستتعمل حاجة مختلفة النقلة دي ان انت بقى معاكش ولا بتاعتك ولا معاك الدخلة المعينة او experience دي كلها حسنا ان دا التطور الطبيعي يعني المفروض يحصل مش اقول لك ان هي كانت فكرة تلعت فكرة ال production دي في دماغنا من اول ما ابتدينا اصلا لو عايزين نجيب حد بقى يغني في مايك احنا عمرنا ما كان فيه حد يجيغنى في مايك لان انت قل رادي جايب الحاجات كلها جايب الحاجات مجاسة هايزين نطلع بقى product جديد وبتاع فكان كل شوية الموضوع بيتأجل 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 لحد ما جاءت الكورونا يعني الكورونا بجد على قد ما هي وقت طبعا كان صعب على ناس كتير قوي وعلينا احنا شخصيا عشان يعتبر مصدر داخلنا الاساسي حفلات تجمعات اه تجمعات كمان تجمعات بزي هم حفلاتهم يعني مش عارب توقف فده فجأة اقعد في بيتك فكر بقى في حياتك وبتعمل ايه وتعلم بقى تعلم لك حاجة تعرف على نفسك تعرف على صحابك تعرف على اهلك تقعد في البيت انت مش قاعد في البيت عادي انت قاعد 24 ساعة في البيت دي ديت لنا وقت كده نقعد ونفكر اللي هو يلا بقى دلوقتي ايه الخطوة اللي جاية اه يعني ده التطور الطبيعي لديسكو مصر بقى المفروض نعمل كده فبس بس انتو زبطوها جامد يعني انتو الحاجات اللي انتو نزلتوها انتو بسبب ان انتو اصلا كنتوا من الاول عاملين زي اكي انه حاجة مختلفة نوعا ما المزيكة اللي انتو نزلتوها طلعت اصلا بطريقة مختلفة خالص يعني لا ما برضو ما برضو جوانا كده الصات صغيرة يعني اللي هو حتى لما نيجي نعمل حاجة لازم تبقى يعني مش عايزين ننزل حاجة موجود زيها في مش عايزين ننزل فيتشر مع حد لمجرد ان احنا نشتغل معاه عايزين يعني لو جيت بسيت على كل حاجة هتلاقي بعد اذن نهاية العالم مثلا الفيديو كليب كان مختلف يعني كان اول مرة يتصور فيديو كليب على سطحة مع ناس والناس في العمير اللي حوالينا ومش عارب في ايه وبتاع كان الموضوع منتشر ساعتها في الكورونا بس دي الطريقة اللي عملنا كان اول ميزيك فيديو ينزل كده مثلا لو احنا مصورين ريال فوتج اوف الناس من العمير والبلكونات متصورة ازاي المزيكة نفسها كانت مختلفة كده راجي شوية على الكترونيك في مشاكس مع احمد بسيوني اغنية خليجي بس يعني مصري بس بلهجة خليجي والمزيكة خليجي بس شعبي سنة بس يوني طبعا والمزيكة خليجي بس شعبي سنة ففي حاجة كده فده كانت في لها يونيكنس ويكز كانت اظن يعني مش يعني كنت اول مرة اسمع الافروبيت يتغن عليه عربي فدي كانت حاجة مع عزيز مركة عزيز مركة عمره مغنة اغنية الكترونيك كل حاجات عزيز لذيذة ورومانسية وجيتار وحاجات كده كان اول مرة يغني على بيت وفورون دفلور وهاوس وكده فده يعني حتى في الكلابراشنز مع ناس مش عايزين نشتغل مع حد عشان يبقى سمينة اشتغلنا معي عايزين يعني وعلى دي في الفترة اللي قاعدنا مع ناس كتير ساعات ما بتطلعش حاجة من اول ولا تاني قاعدة فعلشان كده احنا دايما حتى في الريليس اللي هتبقى اللي جاية عايزين كل البروجيكت يبقى لي يونيك حاجة وعايزين كل حد ان اشتغل معاي يبقى ديسكو مصر هو البلاتفورم اللي الارتست بتيجي تفك عندهم ويشوفهم نفسهم يعملوا اي مختلف عن اللي هما بيعملوه دايما يعني انت بتعمل بروجيكت وبتدور على ارتست ينفع للبروجيكت ده ولا بتعملها ازاي بطريقة مختلفة اه يعني احنا وإحمد باسيوني قعدنا علشان عايزين نطلع حاجة مع بعض بس وإحنا عاديين اتفاقنا ان احنا نطلع حاجة مختلفة ما فيش حاجة زيها في السين نفس الكلام حصل مع عزيز ماركا بس كنا مجهزين حاجات من قبلها معاينا يعني انا وطيفة في وقت الفراغ اللي هما بنشتغلش على حاجة معاينا بنوان نشتغل على حاجات فبعتنا العزيز كام سكراتش هيا كده حاجات عاملينها مزيكة فاختر منهم واحدة فاشتغلنا عليها شوية فهو طلع عليها لحن فمن نقاعي كتبت عليها كلام اه 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 فموضوع ميشي كده مع ويكز كنت يعتبر مخلص كفي كده كلها من غير صوت ويكز من قبل ما يغني باسبوعين مثلا اه يعني كفي كده خلصانة اوديو زي ما هي كده بالزبط اسبوعين قبل ما ويكز ما يسمعها حد وبعدك قلت له بقولك انا سمعك في حاجة روشة قوي بتاع ايه ده يلا يلا دخل الستوديو تاك 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 هنا خلصت ايه نعم تخطت في الدرج سنة بس اوغل اه اه ايه ده كفي كده خلصانة شهر سبعة عشرين عشرين نازلة شهر تسعة الفين وعد وعشرين ليه اه ما كنا عايزين برضو نعمل فيديو كليب وكنا عايزين اه انتو اللي شلتها اه اه لا ما شلناهاش في الدرج شلناها في الدرج اللي احنا عايزين ان نطلعها بأحسن طريقة ممكنة بعثنا لكذا مخلق طلعتها بأحسن طريقة ممكنة اه لا هي صلحة انتو طلعتها مصبوطة بعتنا لكذا مخلق بسي اللي جبتو فيها دو اي 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 ادهم لا فيه سين ما نزلش اصلا اللي ما عارفش ادهم دو يا جماعة ادهم دو شخص عملاك جدا عملاك عملاك و اه فيه بقى انا بوصل عند سريته اه فيه فيه سينز ما تحطيتش كده ادهم دو واقف اللي هال الوقت اللي بندرب فيه مسدسات المية كنا في اللي نزل بقى كنا مدينه مسدس كبير وكده هو فيه سين كده واقف كبير ورح مطلع مسدسين مية طبعيين بس هما في قدي حد كده فاهم طبعا بيعمل كده ووشه جد قوي فالهو فين الفوتش ده طب هابعته لك هابعته لك عنده نزلهه لك فضال يا استاذي لو سمحت تعال بقى اتخر لها كده اتخر لها اه هاي لينزو هلو عايزة تلبسي الزماعة اه نفسها تلبسها الصراحة خطيرة طب اسمها دي بقى اسمه ايه بتاع موفاسة هاي وعرف لين ده بقى يا بيشا بروديوسر قد الدنيا وفجأة ابتدت بقى في بيت في الدقي عادي مع الشباب مكافحة وبعدين فجأة لقيتها بقى ايه في كليبات بقى محمد رمضان ومش عارف مسافرين فين وبعدين امريكا اتمع مين وبروديوسر وينزل بقى اسمه على التترو التتر بقى عارف انت هو بيبقى نازل كريدتز كده فلين دا كتانا مسلا عين كل شوية بقى بتطلع 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 اللي بتتتر حتى حلوة اجتهات زاتي بقى ازاكا لنزو انا بس قلت عرفك على كيمو عشان يبقى عارف هو قاعد معني غير ان هي خطيبة عمر غير ان هي الف مبروكة جماعة الفيديو اللي انا ورته لك اللي هو بتاع ويجزو بس جين يعني دين بيعملو كده دا زيب الزبط في الافلام دا كان في الخطوة بتاعته اللي هم أصن كانوا تقريبا بيرقصوا للخالد مختار دا اللي اكتشفناه بقى حتة تانية الف مبروكة جماعة الحمد لله الله يبارك فيك لسه مش مصدقة طبعا لا 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 لسه رغية دلوقتي لسه بقلكوا قد ايه كده شهر اه دا لسه لسه اه شهر الموضوع لسه جديد خالص طبعا بس ايش طياني بس ايش طياني شواش بطال طبعا بحكلنا عن برودوكشن انا بدأت برودوكشن بطاريات مختلفة شوية بدأتها في ايجنسي الاول بدأت كنت بعمل حاجات كاريو 360 كاريو غوسب و انا بتجدى قوي شوفت بري بروفزيونل وعدت كده صوتا دي السماعة عارف كده السماعة هي اللي عملت كل ده دخلتي في المود ايو 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 و اعملت اول project كده كده كنا بنعمله في الاجنسية regarding مزيكة ف it was interesting بالنسبة لي جدا و وعملت interviews و jamming sessions تعرفت على نس لذيذة جدا underground people after that اخذت بال next corona happened برضو corona غيرت كل الناس بطريقة ما يعني i would say it did with me كنت في حالة نفسية برضو مش مش احسن حاجة i decided ساعتها ان انا اخد challenge ان انا اعمل حاجة انا كان نفسي فيها in being in front of the camera and behind the camera ف عملت project لذيذ جدا choreography والراز ايو ايو i contacted a friend and then when i contacted this friend من being just an editorial shoot ايديا عملنا music video ل كايروكي و we got their blessings الموضوع went a bit viral than expected اصلا حلو اوي واو او ريهو لك حاجة ارتستيق بقى في حتة تانية الاغنيتهم هم كانوا عاملين virtual jamming acoustic لل album لغمد عينك فهو لما بطأوا الدنيا خالص ايو وقت الكورونا بالظبط الاغنية director's producer مختلف شوية عن producer producer انت بتبقى more into the budget و كل حاجة director's producer you're there from A to Z from treatment انت دلوقتي بقيت director's producer سعر yes ف لا بحباوي director's producer و talent management طب ام تبعا هنشوف يا جماعة البروجيكت اللي هو dream project اللي هو مثلا هيبقى خالد مختار المخرج انت producer it happened انا كنت هقولك كيف كده كل الشلة كل الشلة كل الاشتراك انا كنت director's producer بتاعت خالد خالد كله كله ايوه بسيوني بسيوني جاي يوم جاي بسيوني جاي بسيوني بسيوني جاي يوم بس مش يعني جاي كصديق هو اللي كان فاضل بس ان اعمل حاجة هو برضو دي انا حماس فره فره هو المانجر بتاع دسكو مصر فهو بس معايش حاجة هم مزيكة معايش حاجة في المزيكة بس هو اللي كان سخننا كلنا هو 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 اللي مهندل البروجيكت كله ايه ده بجد يعني انا الدريم بروجيكت لابا كما اي حصل كيف كده كيف كده طب معايش هنكرره ان شاء الله اكيد وي از يعني لانه نجح اوبيسي نا واضحا يا 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 الدريم بروجيكت نجح جامد لأ حليفة مصر ما عشان كل ما حبت اعملوا كده يا جماعة بس يا سوي طب واخبار رانا ايه رانا زي الفل رانا بقى اختها عارف تعمل ايه نا free diving free diving اصلا اللي همه ايه ايه بحبل نازل كده في نص الماية وهجبلك حموت وتعلم وحنجيب حد هنجيب حد يتكلم على free diving واحد من التقال قوي هقولك عليه بعدين رياضة فشيخة وجديدة وغريبة حموت وتعلمها ومرعبة انا ما كنتش متوقعة ان انا تعلمها وتعلمتها انا حاسس انا حاسس انها تعجبني اوي بصلاح تنظيم نفس بقى اه لا هي اصلا mental state اصلا الموضوع بيبقى لذيز جدا من انت بتنزلي بقى في ال اكانك تلالت الفضاء الواحد انا هدحكك انا اصلا اه 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 لما عملت لعشرة متر كنت ساعت اوه بيقول لي فكري الانستروكتور بتاعي قال لي فكري في في اغنية وانتي نزلة فكرتي في كيف كده لا 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 خلص 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 اخر اخر سؤال لك بقى تنصح ايه اي حد عايز حلمه هو واحد صغير وحلمه يبقى دي جي يعمل او مش يعني يعمل ايه يخش ازاي يجيب ايه يشتري ايه طب بلايش دي جي خليها خليها حاجة عشان بص يا جاد صوت فاوي ما بعرفش اقول كلام نصايح خالص عشان نعم بس واحد قبل تنصح نفسي بس خليها حد يبقى حاجة عماتل مش شرط دي جي هقولك الاجزامبل بتاعي وهاخده لنصيحة ترى ما انت بني ادم كويس وعارف انك عندك حاجة بتحبها ومصدق فيها كلام كليشي شوية بس هو كليشي لسبب يعني يعني ما بحبش كلمة كليشي لان هي في حاجات بتفقد معناها كل ما بتتقال اكتر كليشي فقدت يعني فقدت المعنى من كتر معنى الحاجات في حاجات معانة قالت كده لا بجد صدق في اللي عندك لان عمرك ما هتعرف تتوقع المسابل وعمرك ما هتعرف انك تربط الحاجات ببعض لقدام يعني عمرك ما هتقول انا عايزة بقى كده فعايزة بقى كده فعايزة بقى كده جوستن انك ماشي في ده دلوقتي حالا نهاردة انك عملت حاجة تفيد الحاجة اللي انت بتعملها دي ايا كانت صغيرة وقد كده كل يوم هتلاقي baby steps كده هتلاقي مثلا كمان سنة ال baby steps دول بقى خطوة وقد كده انت عمرك ما كنت شايفها يعني كدسكو مصر مثلا بجد هقولك حاجة سريعة كده دايما بقولها كإجزامبل لنفسي كده مع نفسي واول مرة هقولها out loud بجد we can never اللي هو نكونكت الحاجات ببعضها اللي قدام يعني واحنا بنبتدي ديسكو مصر ابتدى من ان احنا عزمنا ناس اول ما ابتدنا الفكرة كان عندنا 8 اغاني مثلا 8 ريميكس بس قلنا نعزم الناس صحابنا ونقول صحابنا نعزمه صحابهم وطلبنا من المكان اللي بنلعب فيه كل يوم خميس ده يدينا يوم فاضي عنده ببلاش والناس اللي تخش تدفع فيه 50 جنيه ولا حاجة مش عارف ايه صحابنا جوم لعبنا الثمن اغاني بتاعتنا في وسط الحاجات التانية ايه ده الفكرة حلوة مش عارف ايه بالصدفة وسط الكلام ده كان فيه واحد صاحبنا شغال مع جنزوري باي جنز احمد جنزوري اكبر واحد بيعمل حفلات ما كان ساعتها في مصر بيعمل حفلات وبتاع بالصدفة في ساعة تيو كان عمر حلمي موجود من رادبل قال لنا ايه ده ما تيجوا تلعبوا في ساون كلاش تيو بار اكتر او يعني يعني نايت كلاب يعني وما كناش ساعتها مصدقين ان مزيكتنا تتلعب للعامة كده برضو يعني الايكترونيك شوية فلايق على مود الخروج والصهر بالليل وكده فعمر حلمي قال لنا لأ انا شايف ان المزيكة تتلعب لعشر تلاف واحد وفي ساون كلاش ومش عارف ايه قلنا له تعال امجرب لعبنا تعتبر لحد دلوقتي من احلى حفلات حياتنا مين كان الساوند انجينير بتاع الحفلة دي تيتو نسال فقال لنا احنا بعمل دي اسمه ده ايه ده كله الزبط دي حاجة انا لسه مستوعي بقى قريب فهل احنا اول ما بتدينا قلنا هنعزم سيف علشان سيف يعرف جنزوري فجنزوري يعرف عمر حلمي هيجي الحفلة فعمر حلمي هيبقى جايب تيتو يعني دول اسمه انا فاكرهم كويس اوي وهفضل فاكرهم كتير لان دول بجد كانوا تشاك بوينت في تاريخ ديسكو مصر كده اللي هم ناس ام ترولي جريتفول فور ده حاجة على جنب بقى وناس بشكرهم من النهار ده لحد مموت بس اللي كنت بقوله اللي هو عمرك بتفتخط لها هتعرف بس تربطها الورا انك تعرف ده وصل لكذا ايه ده ده وصل لكذا فهو انت طالما دلوقتي بتعمل حاجة بجد وحط فيها كل مجهودك وحط فيها شخصيتك وحط فيها التروس في النسر لجواك وسيب الباقي بجد على الله مليون في المية بس دي دي كلمتين في الجون يعني دي كلام دي شفت عارفت بقولك ايه يعني تستاهل الكرسي اللي بتقعد عليه في التوك وحيات ربنا يعني انا انا مبسوط ان انت رديت انا مكانش قصدي يعني انا انا بقولك انا مكنتش قولها نصيح انا كان قصدي ان انا مسلا لما حد بيجي اسألني عبقى ممثل ازاي روح خد ووركشوب ومن الوركشوب غالبا لو انت شاطر هتقتنع ولو انت شاطر الناس هتبتدي تقولك تعالى فاهم فانا كان قصدي ان لو حد عايز يبقى دي انا عرف ناس كتير اوه عيال صغيرة نفسها تبقى دي جي بس هيروحي يشتري ميكسر ويبتدي يوتيوب لا 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 خالص خالص والله لعظم الموضوع ما اكتر الموضوع ما اكتر من ان انت فعلا بس هو انت عايز تبقى دي جي علشان تبقى مشهور فانت بادي بداية غلط عايز تبقى دي جي علشان عايز تعمل مزيكة فانت بادي بداية غلط برضو عشان تعمل مزيكة عشان تبقى مزيكاتي وتبقى مشهور برضو فانت بادي بداية غلط هل انت فعلا بقى من جواك عايز تبقى ده وعايز الامج وعايز المنظر فهو انت وطافر عشان كده جاوبتك اجابة جنرال اوي بس انا انا راضي انا راضي وعداني وطافر انت عايز ايه وما كنتش شايفها طالع منك بس انا بجد لسه مفكر السماقة حتى ما تلبستش كلام يعني في كده واضح ان السماقة كانت كاتم علي السماقة اه لبسه على بقك لحم الاول طيب عموري هنالك جاوز امتا هنالك جاوز انا وكريم اصلي سيفة 2034 مش عارف بس لما بقى جاهز جد صح كده صح كده love you guys شاوت اوت لكل الشلة شاوت اوت لكل الشلة وماما وبابا سيزن 2 بقى لندة لوحدك ممكن عمري يخش في العافل يالا 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 اتضحك بس البيان يالا يالا باي 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 صحيح الخير يا جماعة انا عمر عمد من ديسكو مصر انسان جاي اتكلم عن نفسي ريوش بورنج صحيح الخير يا جماعة اتكلم عن نفسي اتكلم عن نفسي اتكلم عن نفسي كله اي حاجة حلو اتكلم عن نفسي اتكلم عن نفسي اتكلم عن نفسي اتكلم عن نفسي اتكلم عن نفسي